سلام عليكم ورحمة الله نستكمل شرح المحاسبة الإدارية هذا الجزء الثاني من الشرح للشابتر نحن قسمناها إلى جزءين جزء أول وجزء ثاني وهذا آخر جزء إن شاء الله يكون اختدمناها آخر مرة يعني وصلنا لصفحة 35 في السلايد اللي هي المانيفاكترين أوفرهيد كوست وإذا بنرجع على الشابتر راح نلاحظ أنه إحنا شرحنا على المانيفاكترين كوست والرو ماتيريالز والفاكترين ليبر وأنا راح تحدث عن المانيفاكترين أوفرهيد which will be the learning objective number I think 3 أتوقع نعم ثلاثة yes learning objective رقم ثلاث اللي هو it demonstrate how to determine and use the pre-determined overhead rate وضح كيفية استخدام وتطبيق ال pre-determined overhead rate أوكي الـ overhead manufacturing overhead costs هي تتعلق في الـ production operation as a whole بشكل كامل هذه تتعلق في عملية الإنتاج بشكل كامل this one cannot be assigned to specific jobs based on actual cost incurred هذه لا يمكن أنك تيجوا تحكي هذه التكاليف بحطها بناء على عملية معينة مثلا بناء على تساعات معينة أو بناء على جوب معين ما بتستطيع لأنه هذه عبارة عن manufacturing overhead companies assigned to work in process and to specify and specific jobs on the estimated basis through the use of the pre-determined overhead rates الشركات بالعادة تستخدم تعمل assign للـ working process to specific jobs جوب معينة في الـ estimated basis through باستخدام طبعا لـ pre-determined overhead rate راح يتحدث عنه حاليا يعني الـ pre-determined overhead rate هو محسوب جاهز توقع يعني هو based on the relationship between the estimated annual overhead cost and expected annual operating activity so هو يعني بمبنية على العلاقة ما بين الـ estimated annual overhead cost المتوقعة والـ expected annual operating activity والـ operating activity السنوية المتوقعة أيضا this one is expressed in terms of an activity base هذا يتم يعني وصفه من خلال الـ activity base يعني تحدثنا عن activity base بشكل مسبق في الشابتر نفسها في الـ part 1 اللي هو ممكن يكون direct labor cost أو ممكن تكون direct labor hours أو ممكن تكون machine hours or any other measurements that provides an equitable basis مثلا إذا حكيان عن المتر المربى حكيان عن الى آخره هذه هي عملية قياس so these are the activity base let's talk about the formula for the predetermined overhead rate خلينا نتحدث عن الفورميلة تبعتها well first of all this one is established at the beginning of the year ليش هو يتم وضحها في بداية السنة because it's a predetermined هي توقعية يعني انت بتتوقحها for this year عشان كنت بتحطها في بداية السنة لو كانت في نهاية السنة هي ماش توقعها هي صارت fact هي صارت إشي أكيد حقيقة مؤكدة when we put the cost يعني ونرجع لوراء وحكينا عن based on relationship احنا حكيان عن estimated المتوقع الانيوال overhead cost لو كانت في الاندينج year كان صارت ال actual annual overhead cost وليس ال estimated لكن لأن احنا ما بنعرف قديش راح تكون التكاليف احنا بنحكي estimated المتوقع so that's why it is established at the beginning of the year عشان هيك هو يتم وضحها في بداية السنة small companies often use a single company-wide predetermined rate في العاد الشركات الصغرى بيستخدموا يعني single عبارة عن predetermined rate وحدة وهذه بتكون لل company-wide بشكل كامل للشركة كاملة بيستخدموها for the large companies الشركات الكبار they often use a different rate for each department and each department may have a different activity base لأن الشركة الكبيرة بيكون في عندك يعني اقسام داخل هذه الشركة فكل department okay they have their own different rate عندهم ريت مختلف مخصص فيهم لان مشان تحسب ال predetermined rate overhead لازم بتستخدم this formula احنا حكينا بناخذ ال estimated annual overhead cost باخذ كل التكاليف اللي انا متوقعها انها تكون overhead cost في هذه السنة بقسمهم على ال estimated annual operating activity انا متوقع ان ال operating activity تكون عندي مثلا 500 ساعة في السنة لاحظة شو استخدمنا الان استخدمنا مثلا ال direct labor hours مش المachine hours يعني ساعة عمال او ممكن ياخذ مثلا انه انا متوقع انه الماشينز عندي يشتغلوا 3000 ساعة خلال هذه السنة فانا استخدمنا المachine hours هنا سو انا باخذ ال estimated المتوقع التكاليف المتوقع خلال هذه السنة انا بتوقع انه تكاليف ال overhead تكون مليون ومتوقع انه تكون ال operating activity عندي عبارة عن 3000 hours سو اي دفعي the estimated annual overhead cost باخذ ال estimated annual overhead cost بقسمهم على estimated annual operating activity وبطلع عندي ال pre-determined overhead rate وضربناها بال pre-determined overhead rate so the manufacturing overhead costs are assigned to work in process لازم نعمله اساين لازم نضعه في ال work in process ونقسمه الى job 1 job 2 job 3 يعني الامور لسه هي بجوز نشوابها حاليا بس لها من فوت على المثال في ال illustration راح تشوفه يعني جدا جدا سهل الامور نخذ في المثال wallace company uses direct labor cost as the activity base واحد اذا wallace company بتستخدم ال direct labor cost هذا ال activity base تبحى assuming that the company expects annual overhead costs to be 280 000 US dollars انت متوقع هذه الشركة انه ال annual overhead cost طبعتها تكون 280 000 US dollars وال direct labor cost for the year لاحظ اذا activity base متوقعة خلال السنة هي 350 000 US dollars لانه هي عبارة عن direct labor cost لو كانت مثلا direct labor hour كان حكالك والله انه احنا متوقعين direct labor hour تكون 300 ساعة 400 ساعة الى اخري سو بتعتمد على activity base هون activity base direct labor فاستخدمنا direct labor cost فاستخدمنا التكاليف سو ال direct labor cost for the year متوقعا هتكون 350 000 احسب ال overhead rate ال overhead rate حكي هنا بتأخذ ال estimated annual overhead cost 280 000 وتقسمه على ال estimated direct labor cost اللي هي 350 000 so you will get the predetermined overhead rate of 80 percent 80 بالمية this means هذه تعنا معنا هذه الثمانين بالمية this means that for every dollar of direct labor كل دولار من ال direct labor wallace will assign 80 cents of manufacturing overhead to a job wallace راح تحط ثمانين سنت اوكي للمانيفاكترين overhead of the manufacturing overhead لوظيفة معينة فمن كل دولار بطلع في ال direct labor ثمانين قرش او ثمانين سنت of manufacturing overhead راح يروحوا الى جوب معينة كيف يعني؟ يعني لو اخذنا مثال بالشكل التالي wallace applies the manufacturing overhead to work in process حسا wallace بدها تشوف ال working process inventory تبعها وضعت manufacturing overhead في ال working process بدنا نحسب شو اسمه manufacturing overhead for working process ال working process when it assigns to direct labor cost calculate the amount of applied overhead assuming direct labor cost worth 28000 so direct labor cost كانت عندي 28000 وانا بعرف انو من كل دولار of the direct labor cost طيب of the direct labor محنا حسبناها هاي اللي pre-determined overhead rate ثمانين سنت منها لازم يروح للمانيفاكترينج overhead لازم يروح للمانيفاكترينج overhead so بيجي بنحسبها 28000 ضرب ثمانين بالمية بطلع عندي 22400 هذول 22400 هذول عبارة عن working process inventory محنا حكينا manufacturing overhead بدفوت في ال working process inventory that's why الworking process inventory will be debit رح يزيد الworking process لحظنا نحطها في السايت تبع الdebit side فزادت الworking process inventory وقل المانيفاكترينج overhead ب22400 uh the following entry recalls this application هون عملها نفس الشيء working process inventory manufacturing the entry هيا this entry هذه القيد reduces the balance in manufacturing overhead قلل البلنس تبع المانيفاكترينج overhead because it was credited لأنه تم وضحة في الكردد side and increases وبزيد الworking process inventory by 22400 if you want to post this one to the subsidiary ledger يعني سهلة استخدموا اللجر طبعكم بتنقلوها على general ledger بس يعني ما اتوقع انها رح تكون مطلوبة في الامتحانات ده at the end of each month a balance in the working process inventory should be equal sum of costs shown in job cost sheet of unfinished goods اوك هون بحكي لك في نهاية كل شهر لازم البلنس في الworking process inventory يكون متساوي اوكي للsum of costs لمجموعة تكاليف shown on the job sheets of unfinished jobs ليش بحكي لك ليش بقول لك لازم تكون الworking process inventory لازم لازم يساوي مجموع التكاليف اللي موجودات على job sheet of unfinished jobs لانا unfinished jobs sheets it's basically the same thing as the working process working process is inventory which is being worked on يعني يتم العمل عليها من اجل انها تصبح finished inventory so this is basically an unfinished job that's why the cost يعني من اجل لانا الwork inventory working process inventory هي عبارة عن يعني inventory it's not finished فهو بدخل يعني مبدئيا نفس ونفس تكاليف ال unfinished jobs عشان يك لازم يكون في تساوي ما بين ال costs between the working process inventory and the job cost sheet under the unfinished jobs at the end of each month فهو بدخل في انا الدوات هون اذا حاب انحلها انحلها مش مشكلة stanley company produces specialized safety devices سريك تستانلي بتنتج منتجات امن safety devices الحماية والامن for the year manufacturing overhead costs are expected to be 160 الف في هذه السنة المتوقعة انه يكون ال overhead cost 160 الف ال expected machine usage لاحظ استخدم المachine usage so we are talking about the machine hour اذا ال activity base عبارة عن المachine hour المachine usage المتوقعة هي 40 الف ساعة the company assigns the overhead based on the machine hours هي بتستخدم المachine hours this is the activity base job number 302 or 302 لاحظ الان قسمها قال لك الوظيفة رقم 302 تستخدم 2000 machine hours بدي تحسب للpre-determined overhead rate الpre-determined overhead rate is very simple بتأخذ الexpected overhead cost 160 الف تقسيم which is 40 الف hours بطلع عندك 4 dollars per machine hour معناه كل machine hour واحد يعني كل ساعة machine لازم تطلع 4 دولار للمنفاكترين overhead so اذا حكينا انه job 302 بتستخدم 2000 ساعة بحكي 2000 ضرب 4 دولار بطلع عندي 8000 هاذ هو overhead allocated to job 302 هو بحكي لك احسب الامونت القيمة الoverhead اللي تم توزيحها للjob 302 job 302 استخدم 8000 دولار من manufacturing overhead كيف حسبناها حسبنا انه احنا حكينا من 160 الف manufacturing overhead قسمناها على 40 الف ساعة بطلع عندي يعني بالساعة الوحدة بطلع 4 دولار فاحنا حكينا 2000 ساعة ضرب 4 اذا 8000 دولار وهنا حط القيد اللي هو prepare the entry working process inventory زاد 8000 manufacturing overhead was decreased by 8000 اللي هو credited now let's talk about the learning objective number 4 راب which is assigning cost to finished goods okay احنا الان we completed a job انا الوظيف المعيين والوظيف المعيين و لازم نضح في finished goods so when a job is completed wallace company summarizes the cost and completes the lower portion of the applicable job cost sheet لما اتمن هاء العمل wallace company راح تعمل summarize the cost and completes the lower portion and the lower portion of the applicable job cost sheet هاي job cost sheets انا completed one when a job is finished wallace transfers total costs to finished goods inventory recording the finished jobs as shown الان احنا بد ن يعني احنا كان في عنا working process صح كان في عنا منتجات تم تحويلها الى finished goods لما تم تحويلهم الى finished goods شو بد يصير بدهم يطلعوا من حساب الwork in process inventory الى حساب finished goods inventory because they are both inventory يعني زي ما حكينا عن raw materials والى آخره واحد بد يقل واحد بد يزيد working process inventory طلعوا منهم في ذي الحساب صفر في معنى نقص الانشو اللي بد يزيد بالجهد الثاني المقابل الاخرى is finished goods inventory finished goods inventory بد يزيد بقيم 39 الف زي ما احنا شايفين عال T account كنا نزيد الwork process inventory عال 20 الف 28 2400 بعد حكينا 39000 تم نقل هم مش كل الwork process احنا ملاحظين انه في عندي 24 28 22 2000 المبلغ كله اعلى من 39000 so مش كل الwork process inventory تم تحويلها الى finished goods جزء منها هي 39000 تم تحويل الى finished goods inventory so they went from the working process inventory account طلعوا من حساب ودخلوا الى حساب finished goods inventory so this one will decrease this one will increase مثلا نخذهم مثال on january 31 اوكي والس كمبني سال لاحظ والس كمبني باعت يعني عملية بالدين يعني مش بالكاش كانت عبارة عن جوب نمبر 101 باعت عملية تسعة تسعة وثلاثين ألف تسعة وثلاثين ألف يعني سدرت عملت البيع كبش شكل التالي خمسين ألف ضحظ خمسين ألف هيا عملت البيع الكوست كانت تسعة وثلاثين ألف والفينيش تسعة وثلاثين ألف شو اللي صار هنا هنا اللي صار انه احنا عملنا للكوست في في اللي صار انه احنا حكينا هي عبارة عن حياة بدخلوا في بعدها لما تنبع في حساب الكوست البيع سال لأنه حد اللي صار هنا انه الفينيش قد سال ديكريز قل لأنه انباع انت كان في عندك بضاعة تنبيح لا تدخل في حساب الكوست فالكوست اف قد سال بيزيد كوست اف قد سال اكاون وز دبت تسعة وثلاثين ألف والفينيش قد سال تسعة وثلاثين فانت بتلاحظ هون الفلو تبع التكاليف في عندك جنرال لجر ونلاحظ بالشكل التالي في عندك الراو ماتيريز حكينا اول واحدة زادت بقيمة اثنين واربعين الف اوكي اذا اشتريت او اذا كان عندك رو ماتيريز في بيكون في عندك دبت ب اثنين واربعين الف جزء من الاثنين واربعين الف تم تحويل الى بقيمة ثلاثين الف اذا ظل عندي في الور ماتيريز اثناشر الف اوكي زي ما احنا شايفين بالشكل التالي جزء منهم دخل اربع وعشرين الان خلينا نركز الجزء اللي نزل في وضعناه في الدبت والجزء اللي نزل في وضعناه ايضا في الدبت ننتقل الى الخطوة الثانية حكينا كان في عندنا في صار في عندي ثلاثين الف زيادة دبت وهذه الاثنين وثلاثين الف تقسما جزء منهم راح ثمان وعشرين الف ل وجزء الاخر بقيمة 4000 دخل في المانيفاكتورين اوورهيد نمبر سيكس بدنا ناخذ المانيفاكتورين اوورهيد ونحطها في الورك ان بجمع جميع المانيفاكتورين اوورهيد اللي هو 13 1800 و 64 بلاحظ انه بطلع عندي قيمة هذه القيمة مش بالشكل الكامل احنا اخذنا اخذنا مثلا 22 1400 منهم بصف عندي 1400 اوكي بتجمع 13 800 وال6000 وال4000 وبتطرح من 22 1400 بطلع عندك البالانس اللي هو دبت 1400 اخذنا جزء من المانيفاكتورين اوورهيد ودخلنا في الورك ان بروسس ان في الورك 22 1400 بطلع عندي البالانس تبع الورك ان بروسس ان في اذا انا صار في عندي رصيد في الورك او حساب الورك ان بروسس ان في رصيد ب 35 1400 دبت الان انا انهيت جزء من الورك ان بروسس اللي هو بقيم التسعة وثلاثين الف سو تسعة وثلاثين الف راح يدخل عندي الان في ال بعدها كل التسعة وثلاثين الف اخذناهم وبيعناهم لل يعني بمكانك تلاحظ هنا القيود في عندك assignment تجميع اللي هو purchase raw materials زينا اشتريناها يعني صارت الفاكتوري لما انتجت بدك تتحمل تكاليف للمصنع والانكور المنفاكتورين overhead والassignments اللي هي raw materials are used تم استخدام raw materials factory labor is used بعدها الoverhead is applied to the working process بعدها الcomplete goods are recognized to the finished goods then the cost of goods sold is recognized completed اللي هو تكاليف jobs اللي تم انهاءها والجوبز اللي لم يتم انهاءها at the end of the accounting period jobs completed اللي تم انهاهم يتم تحويلهم اللي تم تحويلهم الى finished goods بستنوا عملية الباعة بس تم عملية الباعة بتحولوا من finished goods بس انهاءها عملية الباعة خاصة الى عملية الباعة اذا نستكمل شرح الجوب order costing for the service company التحدثنا قبل عنهم والان وصلنا الى service companies الآن في السرفيس كمبني while the service companies do not have inventory السرفيس كمبني نحن نعرف أنها هي شركة خدمية تقدم خدبات لهذا لا يوجد لديها مخزون it does not have an inventory techniques of job order costing are still quite useful in many service industry environments ولكن job order costing يعني ما زال مفيد في service industry environments رغم بالرغم من أنه لا يوجد لدينا environment inventory في السرفيس كمبني لو أخذنا أمثلة مثال حط لك المايو كلينيك أو price water house coopers المايو كلينيك مثلا it's a health care service provider هو مقدم خدمة صحية والprice water house coopers اللي هو عبارة عن مقدم خدمة محاسبة والgoldsman sachs اللي هو investment bank هو مقدم خدمة بنك يعني بقدم لك استثمارات بنكية these companies need to keep track of the cost of jobs performed for specific customers to evaluate the profitability of medical treatments audit or investment banking engagements هذه الشركات الخدمية لازم تتبع تكاليف الخدمات التي قامت بتقديمها إلى بعض من الكشتومرز من أجل أنها تعمل evaluate تقيم الربحية تبعتها مثلا من استخدام العلاجات اذا تحدثنا عن المايو كلينيك او استخدام خدمات التدقيق او مثلا investment bank engagement اللي هو تبعت الغوض 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 زاوض الكوست плюс إبارة عن الكوست زايد س�� يعني انت لما تيجي كشركة خدمية قدم خدمات لما بدك تعمل فاتورة لشخص قدمت له الخدمة بالعادة التكلفة بتكون هي عبارة عن الكوست تكلفة الخدمة هذه زائد 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 يعني زي ما حكينا فاتورة الكاستمر عبارة عن مجموعة التكاليف اللي تم حصولها خلال تقديم هذه الخدمة زائد الربح اللي هو يتم حسابه خلال نسبة من الكاست عشان نقلل ما بين المشاكل ما بين الكاستمرز والسورفز كمبينيز احنا بنستخدم الكاست بلس كونتراكس لازم يكون في عندك شو اسمهم موجودات مسجلة محفوظة للكاست اللي هو الكاست بلس كونتراكس عشان تكون في حال يضحب شو اسمه كاستمر يرجع ويشوف ليش انت طلوت منه مبلغ معين مقابل خدمة معينة تحكي له انه تعمل الخدمة كذا والبروفت كذا كذا اللي ناخد هون مثال اللوستراتيشن دورم ديكور سبع تلاف منهم ديركت والفين انديركت لماذا تحط لالقيد السيرفس ring contract in process سبع تلاف اللي هم الديركت والoperating overhead له الحان الانديركت لهم الانديركت والاوات呈 لله البلغات أيضا المworking والسupplies because it will also go on the credit side because we have used the supplies احنا استخدمنا السupplies الموجودات عندي مشان اقدم له خدمة so the supplies will decrease and the operating overhead will increase as well as the service contracts and process اذا منوخذ المثال التاني تكمل له dorm and interior design company the entry to record the assignment of service salaries لاحظ احنا الان بدنا ندفع رواتب so service salaries and wages of 100 000 ندفع رواتب بقيمة 100 000 84 000 منهم direct و 16 000 indirect uh it's the same entry هو نفس القيد لكن بدل ما نحط as supplies will decrease obviously salaries and wages uh will increase on the uh uh oh no sorry uh operating uh service contracts in process about 80 000 while operating overhead 16 000 was salaries and wages بقيمة 9 000 okay um so we have the third one which is illustration as well بحكي لك the entry to record the assignment of service salaries and wages of 100 000 اللي هو 84 000 direct و 16 000 indirect is الاخير هي لا عفوا نحنا نحن نفروب ننجحون uh so the dorm decor applies operating overhead at a rate of 50 percent اذا الoperating overhead هي الrate تباحة 50% of direct labor cost 50% من direct labor cost the entry to record the application of overhead based on the 84 000 so بنوخض الثمانة واربعة وثمانين الف نضربها في خمسين بالمئة لانها الاربعة وثمانية الف هي الـ direct labor so the direct labor cost is حكينا بطلا معي 42 000 so cost of completed service contracts ثمن التكاليف اللي تم انهاءها الـ service الخدمات 42 000 و service contracts in process 42 000 قلت إذا نحن نقلنا يعني إذا نحن نقلنا يعني إذا كان حكينا from the work in process اللي هي service contracts in process نعم it'll finish good لكن هون بتصير في عندك يعني تغيير مسميات لأنه ما في inventory so بتصير service contracts in process أغلقنا يعني decreased قل بقيم 42 000 that's why هو في credit side والcost of completed service contracts increased on 24 000 now we have some advantages and disadvantages of the job order costing ميزاتو والدسadvantages تبونا الادvantages أوليشيات more precise assignment of cost to projects than process costing it provides more useful information for determining profitability of particular projects for estimating cost يعني this one is so easy you can just read them you can memorize them or you can understand them تفهموهم ماذا بدكم لكن مش صعبة يعني let's talk about the under or over applied manufacturing overhead هلا الدبت balance in manufacturing overhead means that overhead is under applied اي credit balance in the manufacturing overhead means that the overhead is over applied لما نيج نحط المنufacturing overhead إذا طلع معك البلانس في الدبت سايد معناه أنه الـ overhead is under applied انت بقلل من الـ overhead إذا طلع معك في الكردت في الكردت سايد معانته you over applied انت حطيت كثير manufacturing overhead so you over applied them if we take a look if we take a look and we see any year in balance manufacturing overhead is eliminated by adjusting cost okay لعن to fix this issue مشانا نتصلح الـ under or over applied manufacturing overhead by the end of the year we adjust the cost of goods sold لأنه معروفه if you under apply overhead if you have an under applied overhead then you debit to cost of goods sold إذا كان عندك over applied overhead you credit to the cost of goods sold يعني هون أعطيك مثال إذا بدك تشوفه زي ما إحنا شايفين so we have wallace debit the balance in manufacturing طلع عند البالنس طلع عند البالنس في a debit side which means that i have that i have over that i have under applied that sorry that i have under applied the manufacturing overhead so to fix this i must do what because it's under applied i must debit the cost of goods sold لأنه هي under applied the manufacturing overhead so i must debit the cost of goods sold okay this is the partial i'll do it وهي كنكون ختمنا الش chapter إن شاء الله يعني تكونوا فهمتوها حاولنا يعني نسرع بشرح حالي تشابتر فإذا أخطأنا بأي شي أو إذا سينا نشرح سينا شرح أي شي بتمنى أنكم تتركوا ليتعليق مشانا نشوف بتمنى لجميع التوفيق والنجاح ونراكم إن شاء الله في فيديو آخر مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر